شهوة الملاكات تعبان قوي بتبقى عاوز تنام بجد طبعا دي حاجات ربنا زراحة فينا بس انحرفت فبقينا بنكل زيادة عن احتياجنا بقينا بننام اكتر من احتياجنا بقينا بنجيب فلوس اكتر من احتياجنا كل دي كانت حاجات طبيعية بس شرخت زيادة فدي اللي اسمها الشهوات الجسدية الشهوات الجسدية دي لو مشينا وراها هنبقى مكان لمواخذه هنبقى حيوانات لانه في الاخر لاغينا دماغنا ولاغينا اروحنا اروحنا بتقول في حاجة اغلى واعلى كتير من مجرد ناكل ونشرب ونجيب فلوس لان احنا عارفين ان احنا في الاخر اكسادنا دي هتبقى طراب لكن اروحنا مش هتبقى طراب فالانجيل علمنا مبدأ مهم اوي ان الانسان فينا جوه روح وجوه جسد الجسد زي ما بيحتاج حاجات وبيشتهيه الروح كمان بيحتاج وبيشتهيه ولو عيشنا بالروح يعني سمعنا كلام اروحنا راضينا اروحنا في اشتياقتها في شهواتها هنبقى ناس روحيين طبيعي ندخل السام لاننا هنبقى شبه المسيح المسيح كان عنده جسد بيأكل ويشرب وينام بس ما كانش عايش بشهوات الجسد فهمين الفرق؟ كان دايما عنده شهوات روحية عاوز الخير للناس عاوز يخدم كل الناس عاوز يفرح الناس عاوز يبقى في اتصال دايم كإنسان من ناحية البشرية بالله فكرة الصلاة دي اللي اسمها الشهوات الروحية اول شهوة اكلمكم فيها شهوة الملكوت يعني ايه شهوة الملكوت؟ هي رسالة المسيح كلها لما ابتدى المسيح يوعظ قال نفس اللي قاله يحن المعمدان اللي قبله قال توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت الله موضوع المسيح له المجد الاساسي اللي بيكلم فيه طول الوقت الملكوت لدرجة افتكروا جاي بقى ملك مطرح يرودس او بيلاطس ولما مسكوا يحكموا قال لهم انتوا فهمتوني غلط انا ملك اه بس مملكتي ايه ليست من هذا العالم انا بتكلم في ملكوت تاني انا بتكلم في حاجة غير خالص اللي انتوا متعودين عليها ملك وحصنة وجيش ووزراء وفلوس واخناقات مع الجران انا بتكلم في ملكوت من نوع اخر اسمه ملكوت الله او ملكوت السماء هو نفس المعنى المسيحي عنده شهوة للملكوت ممثلة في حاجتين نفسي لما امشي اروح السماء ملكوت السماء ونفسي دلوقتي اعيش في ملكوت ربنا اللي هي فكرة ايه ملكوته الداخلي يعني ابقى في ملك تاني ابقى مش مجغول ومتدايق لللي بيحصل في الدنيا انا مخي مش مع الدنيا هو ده فكرة شهوة الملكوت احنا كل يوم بنعبر عنها بصلوة بسيطة قوي بنقولها ليأتي ملكوتك غسطينوس قال كلمة حكمة غسطينوس ده فيلسوف من القرن الرابع والخامس وكان ملحد وبقى مسيحي وقال معاني عميقة يعبر بيها عن المفاهيم بتاعنا قال مبدأ جميل قال نحن نمتلك الله بقدر ما ندعه يمتلكنا يعني ايه يعني احنا بنملك ربنا تعبير غريب جدا نملك ربنا هو انت لما تشوف اليه بينزل مطر بكلامه وبيوقف المطر بكلامه ده ايه ده حط ربنا تجيبه لمواخ زي يعني امتلك ربنا لما تشوف موسى بعصايا يشق البح ايه هو ده اللي بيحصل ده هو انت بقيت ربنا هو المعنى طبعا مجازي احنا بنمتلك قدرات ربنا بقدر ما بنسيبه يمتلكنا فكرة هو يمتلكنا هي دي ملكوت الله انك تبقى ملك ربنا يبقى ربنا بيحركك زي ما هو حاوس تبقى عايش على مزاجه ومش على مزاجك ايه دي فكرة الملكوت ببساطة هي القدسين فرقهم ايه عننا ناس عاديين جدا وكانوا بيغلطوا وعاديين خالص انما الفرق ان هما سابوا ربنا يمتلكهم فعاشوا عيسى مختلف بابا كيرولوس مثلا هو فرقه ايه عن اي واحد او اي راهب لا هو عارف يلغي دماغه وعارف يعيش باللي ربنا عاوزه سايب ربنا يمتلكه فالراجل بقى قديس يعمل معجزات وصلاته غالية قوي وشخص مش فارق معاه لا كرامة ولا اكل ولا شرب ولا نوم ولا صحة ولا اي حاجة وفرحان طول الوقت يبقى نحن نمتلك الله بقدر ما ندعه يمتلك اذا كل مرة بنصلي ابانا اللذي ونفسنا منكر وتهاش عشان نتك كل مرة على كلمة ليأتي ملكوتك ونقولها واحنا فاهمنها لما بقوله ابانا اللذي في السماعات ليأتي ملكوتك يبقى انا بقصد حكتين ليأتي ملكوتك يعني يلا املك جوايا خلي جوايا ده ملكك ده في تعبير الاباء الادام اللي هما بقى حكماء الكنيسة يسموه مايكروكوزموس يعني ايه الكوزموس ده كلمة معناها كون الكون اسمه كوزموس في اظن اليوناني واللاتيني لكن الكون ده في منه ماكرو ماكروكوزموس اللي هي الافلاك والكواكب والحاجات اللي شايفينها واللي مش شايفينها برضو مين الملك ربنا ربنا ملك الماكروكوزموس وانت جواك لوحدك عالم اخر لا يقل اهمية عن العالم الخالق اسمه مايكروكوزموس يعني افكارك على مشاعرك على اللي بيدور جواك ده عالم تاني ربنا زي ما عاوز يملك العالم كله وهو اللي خلقه عاوز يملك جواك بكل ما يحدث داخلك هي دي فكرة اللي يأتي ملكوتك كااني بقول له نفسي يا رب ترجع صاحب الدنيا دي كلها وصاحب الدنيا دي كلها اللي جوا ولا فكرة تطلع براك ولا شعور يطلع براك تبقى انت رايز برا وجوا لانك حقك بصراحة انت اللي خلقته برا وجوا عشان كده ربنا يسوع مرة قالها قال لا يقولون هو زي ها هنا او هو زي هناك ها ملكوت الله داخلكم يعني ايه ملكوت الله داخلكم يعني ربنا يبقى مالك على جوه مش بس على برا ودي اصعب على فكرة يعني انت ممكن تعمل كنيسة وتقول الكنيسة دي بتاعت ربنا ملك ربنا طب على فكرة مش مش اهم حاجة برضو الاهم انك دماغك تبقى بتاعت ربنا لان في عالم اخر انت مش راضي تدير ربنا اذا قضيتنا دايما لما نقول نشتهي الملكوت عاوزين ربنا يملك على عقلي وقلبي وحواسي وقرتي فقدر اقول ايه انا بتاع ربنا انا ملك ربنا هي دي الفكرة اللي المسيحية بتدور فيها هي دي اللي قاله المسيح ملكوت الله اقترب جي جي عن ايه يعني ربنا جدني عشان يقول اجماعة مش هترتاحوا غير لما انا املى دماغكم وتسيبوني املك عليكم عشانكم مش عشاني انتو متعزبين طول ما انتو ماشيين بدماغكم انتو فاكرين ان انتو ملكين حياتكم بس ده مش احلى حكم الملكوت بقى نشرحه في ثلاثة ابعات كلمة الملكوت اللي هي عمالة تتقال كتير قوي بالذات في انجيل متى دي اصبح في حاجة اسمها ملكوت القلب اللي هي الداخل وانت تقدر تحسها انك مثلا في يوم تبقى بتصلي بتركيز طول الوقت ياها حاجة غريبة بس حلوة ازاي قعدت فترة تصلي وانت مركز تلاقي نفسك نفسيتك مرتاحة جدا وفرحان لكن اغلب المرات بتسرح ومش حاسس يبقى ايه مش مفيش ملكوت الملكوت مهزوز لانك لا مركز ولا حاسس ملكوت الكنيسة الكنيسة احنا مثلا ككنيسة دلوقتي ازاي ربنا يبقى مالك علينا معناه كلنا بنحب بعض بجد مفيش فكرة وحشة مفيش بقى ايه الغيرة بقى والقلاطة والتسلط والمنظرة والكلام الصغير خلاص كلنا كعيلة كده ربنا هو اللي بيحركنا كلنا فيبقى الكنيسة كمان اسمها ملكوت اخر ملكوت ومستقبل الملكوت ايه هو ملكوت السم لو كل واحد فينا بقى ملكوت لربنا والكنيسة بقت ملكوت لربنا يبقى طبيعي كلنا بالكنيسة بتاعتنا بالكنيسة يعني بالناس كلها هيبقى مكاننا الطبيعي في السم فكلمة الملكوت ممكن نفصلها على ثلاث ابعات وعاوز ربنا يملك جوايا وعاوز ربنا يبقى ملك في الكنيسة انا بحزن جدا لما لقى اتنين خدام مش عارفين يحبوا بعض هي معناها ايه الملكوت مدخلش الكنيسة هم برا الملكوت لان في الملكوت مفيش حاجة اسمها عدم محب كل اللي في الملكوت بيحبوا بعض او نظام ربنا كده كمالك يستحمل اي ضعفات بس مفيش حاجة اسمها واحد ميحبش التاني كله ينفع بالخيبة بالخطايا بالضعفات لكن تكون مش بتحب واحد يبقى انت برا الملكوت هو نظامه كده مشكلتنا الاساسية في موضوع ليأتي ملكوتك في رأيي هي مشكلة الزحم في الزمن ده ازمة الزحمة هي خلت الملكوت ده برا الموضوع خالص هي اولا ممثلة في زحمة الناس الناس كترت قوي وزحمة الشوارع زحمة الموعيد انت كمان وراك 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 فربنا مش واخد معادي ربنا ملوش معادي دلوقتي ربنا بقى برا الاسكاديول بتاعك زحمة الدماغ مدوشين دماغنا مدووشة وراك طب وبعدين العمر هيخلص انت ملحقتش تستضيف ربنا وتقول له تفضل انت صاحب البيت لانك وراك وراك زحمة الرغبات مهما كبرنا نفضل الواحد عاوز يشتري وعاوز يعمل لعياله وعاوز يأكل وعاوز يلبس وبعدين في العاوز دي الكتيرة دي يا حبيب ما كل ده برا الملكوت غالبا مفيش حاجة اسمها عاوز ربنا يبقى مبسوط بي عاوز ربنا راضي عني عاوز ربنا يشتغل بالكام يوم اللي فضلين فى امري هاي دي بقى الملكوت واضحة؟ انا بعيد وزيد عشان الفكرة تثبت بس ربنا يسوع حطاه بطريقة تانى لما قال الشيطان لو فيكم وانا لي فيكم والملكوت ببساطة معناه ان رصيد المسيح فيك بيزيد ورصيد الشيطان فيك بيقل من ناحية ربنا يسوع كمثل اعلى لنا كلنا قال رئيس هذا العالم آتي وإيه ليس له فيه شيء يعني الوحيد كموديل كده كمثل اعلى اللي الملكوت جواه طول الوقت هو ربنا يسوع لان الشيطان ملوش فيه حتة خالص الحقيقة انا وانت ده حتة متلتيلة للشيطان كل الاهتمامات بتاعت الدنيا الزيادة دي رايح الاحساب رئيس العالم كل عدم المحبة للناس كل القلق كل الخوف كل الحزن الرديء كل ده حكت الدنيا حكت السيطان حتى بفق شعور الحزن مش تابع المسيح لان المسيح بتاع فرح مش بتاع حزن الاهتمامات المادية عموما ربنا هيسوع الفلوس تحت رجله لو عاوز ملايين يجيب لك اذا كان ده اللي يفيدك ياعم اذا قضيتنا في الملكوت ان كل ما ده عاوز رصيد ربنا جوايا يزيد ورصيد الشيطان يقل الرصيد بتاعه ممثل في افكار في مشغوليات لو رائبنا دماغنا يوم واحد وعدنا نسجل على نفسنا الافكار صدقوني ممكن تفاجئوا انه تسعة من عشرة من افكارنا مش في اتجاه ربنا السرحان والتفكير والدماغ دي ما بتسكتش 24 ساعة شغالة حتى وانت نايم لو طلعت الافكار دي على ورقك هتصور انها الف فكر هتصور كده قد ايه يطلعوا ماشيين صح يمكن عشرة في الالف عشرين تلاتين ومع كده خلي بالكو المسيح ما بيتضيقس وما بييقس ويقولوا مال ومال العصرة دول يكبروا ويبقوا الف بكر فربنا نفسه طويل جدا حتى لو فيك حتة صغيرة يقول هي دي بزرة الملكوت هي دي بقى الملكوت اللي هيكبر وهيشرحها دلوقت لكن للأسف الوضع الحالي ايه لا رئيس هذا العالم له فينا كتير احنا بتوع ملك الدنيا مملكة هذا العالم احنا انتماءنا لها اكتر احنا بنتابع السياسة والاخبار والدولار والبورصة والموضة والرياضة والجيش اكتر كتير قويما بنتابع وصية ربنا وخدمة ربنا ارادة ربنا القضايا دي وليل من هنا المسيح قال يجبه ملكوت الله لان فكرة الملكوت دي تبدو فلسفية هي مش فلسفية هي حقيقية لان كلنا عارفين ان جوانا دماغ وافكار ومشاعر طول الوقت تلاحظوا اكتر تشبيهات قالها المسيح بتبتدي بكلمة ايه يجبه ملكوت الله لو انا اول مرة هقرى الانجيل لو انا مش مسيحي وبقرى الانجيل لأول مرة هتوقع ايه لما يقول يجبه ملكوت الله انا شخصيا كنت هتوقع يجبه ملكوت الله اصر كبير في خدم كتير وفي فلوس كتير لان انا هتصور انه بيكلم عن السماء يعني هتصور كده ملكوت الله يعني ملك ربنا يعني بيكلم عن الحياة الابدية تصوروا ان اغلب الامثال اللي حكاها المسيح عن ملكوت الله ما كانش بيكلم عن الابدية كان بيكلم عن ايه المايكروكوزموس اللي هو ايه الملك الداخلي لان هو ده المهم دلوقت لان لو المسيح ملك هنا يبقى الملكوت ده جاي كده تحصيل حاصل يبقى طبيعي انت داخل السماء فاللي يهم المسيح اكتر ان احنا نستوعبه هو ملك ربنا جوانا مش الملك الابدي الملك الابدي ده يعني بيشوقنا ليه كل شوية لكن ما يتوصفش بس اللي مهم يشغلنا قوي دلوقتي هو ملكه علينا دلوقتي امتلاكه لنا دلوقتي فتلاحظوا اغلب التشبيهات وصف بها اللي بيحصل جوانا فيقول مثلا حبة خردل خدها انسان وزرعها في حقل وهي اصغر جميع البذور لكن متى نمت فهي اكبر البقول تخيل قلبك كده وانت قاعد قصادي في بذرة صغيرة وقلبك ده ممكن يشيل يعني قلبك ده مثلا ميت فدان وترمد في بذرة في حت تخيل معي المنظر والبذرة دي كبرت فبقت شجرة والشجرة دي وقعت بذور فالبذور اترمد في نفس الارض بتاعتك طلعت اشجار وعلى المدى البعيد الاشجار عملت اشجار وعملت اشجار ندخل على قلبك بعد عمر طويل نلاقي الفددين دي كلها اللي هي قلبك بقت كلها اشجار كبيرة قوي هي في الاول كانت بذرة فهمتوا الفكرة يبقى ربنا بيوصف اللي بيحصل جوانا لان عملية الانتشار والامتداد دي ملهاش علاقة بالسماء السماء خلاص حالة مستقرة من السعادة والفرح والنقاوة والبساطة والحب والبتاع لكن السكة للسماء ايه الملكوت الداخل يبقى حبة الخاردل اللي هي الاعدة زي كده دلوقتي بيترمي جواك بذرة لو سبتها تشتغل فيك هتجبر وتجبر وتجبر يبقى ربنا عمال يجبر جواك يجبر جواك الخير والحب والسلام ووسيط ربنا والصلاة والبعد عن الغلط كل ده بيجبر فيك فبتطلع شجرة في الاخر تلم بقى ايه تلم الدنيا كلها اللي كان تعبك بقيت بتبصله كده بشفقة بقيتش بتكرهه كعدوه وهكذا مرة تاني يقول يشبه ملكوت السموات خميرة خدتها واحدة ست ودفستها في ثلاث اكيال دقيق هي نفس الفكر بس بطريقة تاني الاولانية رجالي التانية حريمي الاولانية تعد الفلاحين والتانية بتاعت الفلاحات الفلاحين فاهمين البزراء والفلاحات فاهمين الخميرة وربنا يا سواء عاوز يبصط لينا الفكر يبقى اللي بيحصل ايه الدقيق الكتير ده تخمره بشوية خميرة وليلة جدا تضحط وبعد انت انتشر وتنفش وفي الاخر تخمر العجين كله معنى كده ايه بالشكل العملية تصور ان لو اية واحدة شغلتك اية هي البزراء او هي الخميرة اية واحدة ممكن تبقى سر الملاكوت جواك ان في اية عجباك في اية كتير منكم ملوش في الحفظ بس اكيد حافظه اربع خمس ايات كويس هو ده يكفي ايه يكفي على فكر بس لو شغلتك وكبرت فيك هتلاقيها نفشت جواك غيرت في دماغك غيرت اسلوبك عملت فيك مفاعيل انت مكتش تتوقع معنى اية واحدة او فكرة مثلا فكرة انه ربنا بيفرق معاك ويتحب الغلابة الفكرة دي ممكن تدخلك السما لانها هتعمل ملاكوت فيك جواك دلوقتي والملاكوت ده هيوصل للملاكوت السماوي في الاخر فكرة ان ربنا رحمته واسعة ومنين ما بتقول له سامحني بيسامح هي فكرة محمولة على آية آية ومن غير آية المهمة هي فكرة هي بزرة هي خميرة تكبر 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 خلاص يبقى انت عندك ثقة منين ما ترجع تقول له سامحني هتدخل السامو واضح اللي انا عاوز اوصله اذا الملاكوت بينتشر جوانا بهدوء شديد لان قوة الآية او قوة الحقيقة اللي موجودة في فكرة كافيلة انها تغير جواك وتوصلك لملاكوتك مجرد اسم ربنا يسوع انك بتنادي على اسم المسيح تم هو صاحب الملاكوت بالضبط كده كأنك دخل على السامو بتقول افتح يا رب بيفتح اسم يسوع هو المفتاح كل مرة تقول يا رب يسوع المسيح السامة بتفتح فطالما تعودت تنادي على اسم يسوع يبقى دي الخميرة اللي بتخمر قلبك وعقلك لدرجة حتى يعني ربنا يديك العمر على اخر لحظة هيبقى اللي تعودت تقوله اسم ربنا يسوع بيدخلك السامة لانك تابعه لانه صاحب الملاكوت فالمسيح ملك عليك جواك باسمه وده طبيعي اللي هيدخلك السامة باسمه لانه صاحب المكان التلزز بعمل الخير والرحمة كلكو خدام او يعني اتعشم كلكو تكونوا بتخداموا تصور الخير والرحمة اللي بتعملها في شخص مايستهلش او غلبان او مالوش عندك حاجة بس انت بتعملها ككرم من كرم ربنا عليك كرحمة من رحمة ربنا بيك لان ربنا اداك فانت بتعمل زيه فبتدي تعبير جميل قاله القديس زهبي الفم قال عن حكاية الغني والعاذر كان خلاص الغني في العاذر فهمنا؟ يعني مش لازم الغني كان يصلي كتير مش لازم كان يحفظ الحان كتير مش لازم يقول دفع قد ايه بس العاذر اللي كان على باب بيته بالسنين بيموت من الجوع والمرض لو كان حبه وخدمه كان بقى معاه في السماء كان الملكوت دخل قلبه وبقى طبيعي تبع الملكوت لكن فضل منفصل تماما عنه مالوش دعوة بيه خالص طب حبيبي دي كانت فكرة صغيرة كانت قادرة انها تخلي قلبك ملكوت لو كبرت جواك هتلاقي الموضوع جميل قوي وهتلاقي متعة خدمة الفؤر دي متعة انك تعيش بس تفكر في الغلابة والمحرومين دي حاجة بعدها اجمل حاجة فيبقى جواك ملكوت بس انت مرضيتش تسيب البزرة تتحط ولا الخميرة تتخل كمان التلزس باحتمال الصليب هتصور واحد حياته كلها صلبانة كلها مآسي كلها مآلام طب ومعلوم هي يومين وهيخلاصه مجرد انه يحتمل الوجع او الصليب او التجربة من اجل الله خلاص خميرة تخمر العجين كله بزرة دخلت هتجيب الشكر يبقى الملكوت لو مداخل تبتو صغيرة قوي وربنا عمال يحط خميرة ويحط بزور في كل قلوبنا انما بس ايه انها تكبر شوية تنفيش شوية هي دي بقى المشكلة اللي معطلنا كلنا طبعا عملية الانتشار او الامتداد او النمو دايما محتاجة كلمة اسمها ايه كلمة الصبر قديس بوليس يقول ايه ان كنا نصبر فسنملك ان كنا نتألم نتمجد يعني ايه مفيش حاجة من اللي انا قلتهم مش محتاجة شوية مجهود لا لازم مجهود لازم صبر عشان تركز في الصلاة ايوا الخميرة هتجبر ايه عشان تعمل خير مع الناس التعبانة ده محتاج شوية صبر عشان تقاوم طبيعتك الغضوبة او اللي فيها الاخبطة طب ومالومها محتاجة صبر بس الصبر هو اللي يجيب الملك ان كنا نصبر نملك فتكروا العلاقة بين الصبر والملك بصبركم تقتنون انفسكم ده معنا ان بنجاهد وبنغزي نفسنا لغاية ما الملكوت يملانا اختم واقول ايه الملكوت الداخلي ده او اللي سمناها المايكروكوزموس او الكون الداخلي او ليأتي ملكوتك او شهوة الملكوت معناها بساطة انت جواك الروح القدس من ساعة ما تعمد الروح القدس يبقى ايه مهيمن عليك مسيطر مسيطر مش معناها ارادتك هتروح لا ده الروح القدس ده روح ربنا مافيش اكتر تواضعا منه لكن انت اللي بتقوله دايما يا رب املك عارفين في التقصال واللي بنصليها في التقصال الثالثة لما نقول ايها الملك ايها الايه الملك الملك نكلم الروح القدس نقوله كده هلما تفضل وحل فينا يعني من فضلك خليك ايه ملك بجد طهرنا انت المسؤول انت اللي تعرف تشيل الحاجات الوحشة يبقى الملك اللي جواك ده بتسيبه يتملك بجد اللي هي قيادة روح الله يبقى الروح القدس هو اللي بيقولك ده صح وده غلط بترجع له في كل صغير وكبير الذين ينقادون بروح الله اولئك هم اولاد الله يبقى احنا اولاد ربنا طول ما روح ربنا مش بس ساكن بيسقنا بيقودنا شغال فينا بيحركنا للصح بينهينا عن الغلط بالتالي احنا ماشيين في اتجاه مظبوط ليس ملكوت الله اكلا وشربا ملهاش علاقة كتير بالاكل والشرب في ناس صايمة كل تركزها انه ما تشربش لبن ومتاكلش بيض والرز ما يكونش بالسمنة يكون مش عارف بالزيت مش ده الملكوت يا جماعة احنا مش بنلغي نظامنا كصيام بس الاهم في الصيام هو الكلمات اللي جاية دي بر سلام فرح في الروح القدس كل ما هو روحاني هو ده الملكوت لكن لو الحكاية بقت نوع الاكل يبقى برضو احنا شغالين على الجسد مش عارف الروح الروح يشتهي ضد الجسد وهزان يقاوم احدهم الاخر حتى تفعلون ما لا تريدون ربنا عاوز ايه؟ ربنا عاوز يملكنا لكي نملكه فاهمين الفكرة؟ راجعتاني اغسطينوس واقول ايه؟ الله يتملكك بقدر ما تدعه يملكك انت تملكه بقدر ما تدعه يملكك ارادة ربنا يقولك حبيبي انا نفسي ابقى ملكك تصور لما ربنا بيقولك كده انا نفسي ابقى ليك بس ممكن تبقى انت كمان ليه؟ تعبير سفر النشيد لما يقول انا لحبيبي وحبيبي ليه؟ كلما بتدي نفسك لربنا كلما بتاخد ربنا على بعضه تاخد القداسة تاخد الطيبة تاخد البساطة تاخد القدرة الالهية تاخد كل حاجة تاخد الملكوت بتاعه تورس معه ملكوته بس تدي له فرصة هو كمان يعيش معك اليومين بتوع الدنيا فانت الكذبان طبعا في الصفقة دي ربنا يسوع قال زمان ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات حاسب تكون العلاقة بربنا هي شوية كلمات مرصوصة مالهاس علاقة بربنا عاوز ايه؟ لا الاهم الذي يفعل ارادة ابي شوف هو يحب ايه؟ بس معقول تقول ابانا اللذي وانت مخاصم لا مش عاوزها ابانا اللذي مش عاوزها عاوزك تحب اخوك وتستحمله عاوزك تسمحه دي ارادته ما ينفعش تكون بتقول ايا كان فلنشكر ولا ارحمني ولا اي كلمات صلاة وانت تكون شايف ناس تعبانة اوي ومحتاجة وانت عمال تخزن لنفسك لا دي مش ارادته ارادته غير كده فلو بتعمل ارادته اي كلام بسيطة تقول مقبول اوي ولما بتعملش ارادته لما تقول ايه وتصلى ارباح وعشرين ساعة الكلام مش داخل عند ربنا قديس بولس فهم الحتة دي بعد عيشة يهودية متشددة كان فاكر نفسه متدين جدا بيصلي كل الصلوات اليهودية وحافظ اغلب المزامير ومتشدد جدا الى ان اكتشف ان ربنا بتاع اليهود او حسب فكره اليهودي مش صح مش هو ده ربنا لما ظهر له المزيح لان كل حب قال له يا رب ما تقول لي انت عاوزي بقى يا رب ماذا تريد ان افعل انا كنت فهم غلط انا كنت عايز بحاول اكون متدين طلعت الحكاية مش لازم تبقى متدين هي ببساطة هو ربنا عاوز منك ايه موضوع مش ديني بالشكل الحرفي الرسمي لا لا هي معلومات ولا كتب ولا قريات ولا كتر صلوات هي في الاول وفي الاخر ربنا مستني منك ايه الله هو العامل فيكم ان تريده يعني بيحرك حتى ارادتك للصح للخير وانت عمله من اجل المصر ربنا عمالي شجعك تمسي صح بيزقك البذرة شغالة جوه الخمير عمالة تنفش بس ما تعطلهاش عشان تتمتع بملكوت الله لإلهنا كل ما كذكره اشتركوا في القناة